توصيل مكسفات محرك بمفتاح طرد مركزي. مفتاح الطرد المركزي هو شكله دوت بيكون راكب على الاكس بتاع المطور وما بيظهر لكش منه الا الاطراف بتاعته. مفتاح الطرد المركزي بيكون عبارة عن نقطة مغلقة. اول ما بيشتغل وبيوصل لخمسة سبعين في المية من سرعته. النقطة دي بتفتح وبتخرج احد المكسفات اللي هو مكسف البد. دي كده الرسومات بتاعة دوائر المحركات. وانا عندي اه دايرة بتاعة محرك بمكسف دائم فقط. وعندي دايرة تانية بتكون بمكسف بدء. وفي عندي دايرة تانية بمكسف دائم ومكسف بدء. وهنتعرف عليهم كلهم في حلقتنا النهاردة. ده جدول لقيم المكسفات لمحركات وجه واحد بدون مفتاح طرد مركزي. اللي هي بتشتغل بمكسف دائم. زي ما انتوا شايفين هنا القدرة وهنا ساعة المكسف. فلو بصينا مسلا هنجيب اهو احد القدرات مسلا انا عندهو القدرة الواحد حسان هيكون المكسف بتاعها عشرين ميكرو فراد. وبالطريقة دي تقدر تطلع قيمة المكسف اللي انت عاوزه من الجدول دوت ولكن للمحركات اللي هي بتشتغل بمكسف دائم. ودي كده جداول اخرى جدول قيم المكسفات لمحركات واجه واحد بمكسف واحد ومفتاح طرد مركزي. ولكن هنا للمكسفات اللي هي او المحركات اللي بتشتغل بمكسف. انا عندي هنا قدرة مسلا المحرك هي بالحصان وبالواطف انا عندي قدرة المحرك اللي هي هكون واحد حصان كيمة المكسف بتاعها هكون مية وخمسين ميكرو فراد. عندي هنا جدول قيم المكسفات لمحركات وجه واحد ذات مكسف كبير زائد مكسف صغير زائد مفتاح طرد مركزي. وهنا يا جماعة في نوعين في نوع بيكون اتنين قطب الفين وتسعمائة لفة وفي نوع تاني بيكون اربعة قطب الف وخمسمائة لفة. وهنا برضو نفس القصة هنا القدرة وهنا سعة المكسفات المكسف الكبير. والمكسف الكبير دوت بيكون هو المكسف بتاع البدء. والمكسف الصغير بيكون هو المكسف بتاع اه التشغيل او المكسف الدائم. فهنشوف هنا برضو كمسال عندي هوت مثلا الواحد ونص حصان فالمكسف الكبير اللي هو مكسف البدء هيكون متين وخمسين ميكرو فراد والمكسف الصغير اللي هو مكسف الدائم هيكون تلاتين ميكرو فراد وده في حالة الاتنين قطب الفين وتسعمية لفة. وعندي هنا هيكون تلتمية ميكرو فراد المكسف الكبير والمكسف الصغير هيكون خمسة وتلاتين ميكرو فراد وده في حالة الاربع قطب الف وخمسمائة لفة على دقيقة. في اول دايرة عندنا بتاعة توصيل محرك بمكسف دائم. انا عندي هنا ده الرسم يا جماعة بتاع المحرك زي ما انتم شايفين انا عندي فيه ملفين في المحرك ملف تشغيل وملف تقويم. كل ملف منهم ليه بداية وانهاية. بيطلع لي برة في المحرك كده على الروزيتا تلات اطراف او اربعة. لكن في الغالب بيكون عندي تلاتة. التلاتة دول بيكون واحد مشترك وواحد bداية ملف التشغيل وواحد بداية ملف التقويم. يعني النهايات بتاعة المحرك من الداخل بتاعة الملفات بتتجمع وبتطلع لي طرف واحد وبعدكده بتطلع لي البدايتين. لو عاوز اعرف انهي فيهم المشترك اه بقيس الاطراف دي اه بالمقاومة والطرفين اللي هيدوني اعلى مقاومة هم بدايات اه ملف التشغيل وملف التقويم. وازن الطرف التالت هو اللي هيكون المشترك. فالتوصيل بتاع هيكون ازاي الطرف المشترك هوصله على اول مصمار على اروزيتا وملف التشغيل هوصله على اه مصمار في اروزيتا والملف بتاع التقويم هوصله على ثالث مصمار. يبقى ده كده عندي مشترك وده بداية التشغيل وده بداية التقويم. توصيل المكسف هيتوصل على التوازي مع التشغيل والتقويم بالشكل ده. اطراف الكهرباء عندي هتخش على طرفين دول. الطرف ده مش هيتوصل على اي حاجة. طرف المحايد دخل على المشترك. فهيغزي نهايات الملفين. عندي الطرف بتاع الكهرباء هيخش على ملف التشغيل مباشر. وفي نفس الوقت هيخش على المكسف ويخرج من المكسف على ملف التقويم. معنى ذلك ان انا عندي ملف التقويم ما بيوصلوش كهرباء مباشر. لا بيوصلو الكهرباء عن طريق المكسف. يبقى التشغيل دخلو كهرباء مباشر التقويم. بيخش الاول على المكسف ويخرج من المكسف على التقويم. وانه اده من المحركات بيكون المكسف ويهو ملف التشغيل شغالين بشكل دائم مع المطور. وبيفصلو مع المطور. طيب تعالوا نشوف كده. التوصيلة التانية هي توصيل محرك بمكسف بدء ومفتاح طارد مركزي. هنا الاطراف بتاعتي بتزيد طرفين كمان بتوع مفتاح الطارد المركزي. ركز معايا بقى في التوصيل عشان التوصيل هيختلف هنا عن التوصيل بتاع الدايرة التانية. لان انا عندي كده في عنصر كمان اضافي في الدايرة. وهو مفتاح الطارد المركزي. طيب. دول كده الاطراف بتاعة مفتاح الطارد المركزي. دول زيادة عن الاطراف بتاعتي. طيب الاطراف دي هتتوصل ازاي? او هعرفها ازاي لو استما بينهم هيدوني مقاومة شبه معدومة او مش هيدوني مقاومة خالص هيدوني بازر يعني لو انا فحصت الطرفين دول بالفحص الصوتي المفروض ان هما ما يدوليش اي قرية وهيدوني صوت معنى ذلك ان دول عاملين قفلة على بعض وده وضعهم الطبيعي لان هو زي ما انتم شايفين بيكونوا ايه نقطة مغلقة طيب انا هعمل ايه هوصل طرف من اه مفتاح الطرد المركزي مع ملف التجهيل او بداية ملف التشغيل والطرف التاني هوصله مع المكسف بالشكل ده والطرف التاني من المكسف هيتوصل على ايه هيتوصل على نهاية التقويم واطراف الكهرباء هتوصله كده طيب عندي الطرف المحايد اهو دخل على النهايات بتاعت الملفات سيغزي النهايات بتاعت الملفين وايه الكهربا عندي هتخش مباشر على التشغيل اللي هو الطرف الاحمر ازا كده الطرف الاحمر ده وصله كهربا مباشر اللي هو ايه ملف التشغيل طيب ملف التقويم يا جماعة لا ملف التقويم دخل على الطرف الازرق الاول دخل على آآ مفتاح الطارد المركزي وخرج من مفتاح الطارد المركزي دخل على آآ مكسف البدء وخرج من مكسف البدء على ملف او بداية ملف التقويم طيب في الحالة دي المحرك بتاعي لما يشتغل اول ما يوصل لخمسة سبعين في المية من قدرته النقطة بتاعة مفتاح الطرد المركز هتفتح. فهتخرج لي المكسف وهتخرج لي ملف التقويم والمحرك هيفضل شغال بملف التشغيل فقط. ومش هيرجع المكسف يخش والملف بتاعة التقويم تاني الا لما المحرك يفصل ويرجع يشتغل تاني. دي كده الدائرة التانية. تعالوا نشوف كده الدائرة التالتة عندنا اللي هتشتغل بمكسف دائم ومكسف ومفتاح طرد مركزي. طيب هنا الوضع مختلف شوية لان انا عندي هنا ست اطراف. والست اطراف دول بيبقى مطلع لك اربعة من مكان واتنين من مكان. عشان لازم يميز لك البدايات والنهايات عشان ما تطلق بات. فانا عندي كده المكان اللي بيبقى طالع منه اربع اطراف دول كده النهايات بتاعة الملفات. والطرافين اللي بيبقى معهم التانيين بيكون سمك السلك بتاحهم اقل دول بتوع مفتاح الطرد المركزي. والطرافين اللي لوحدهم دول بدايات التشغيل والتأوين. انا هنا هعمل ايه? هعمل المشترك من الخارج وهقفل الطرافين دول ببعض اللي هما النهايات وعدخلهم على اول مصمر. والبدايات هيوصلهم على المصمرين التانيين بالشكل ده. يبقى انا كده ده كده هيبقى النهايات الطرافين النهايات بقى ده كومنت وده التشغيل وده التقويم. فاضل عندي المكسفات وفاضل عندي مفتاح الطرد المركزي. المكسف الدائم عندي هيتوصل على التوازي مع البدايات بتاعة الملفات. التشغيل والتقويم بالشكل ده. فاضل عندي مفتاح الطرد المركزي. الطرافين بتوع مفتاح الطرد المركزي واحد منهم هيتوصل مع بداية ملف التشغيل والطرف التاني هيتوصل مع احد الاطراف في مكسف البدء. بالشكل ده. وهخرج من الطرف التاني من المكسف على بداية ملف التقويم. بالشكل ده. وطبعا هنا انا اقرب لي ان انا اوصل مع المكسف. انا ممكن اوصل هنا. وممكن اوصل هنا. ليه? يعني انا عندي اصلا الطرف ده كده هو واصل اصلا على ملف التقويم. فبالتالي انا لو وصلت منه كده كده انا كاني وصلت هنا. فانا الاقرب ليا بوصل عليه. في التشغيل عندي بقى الكهربا هتخش مباشر على ملف التشغيل. اما ملف التقويم فيه كهربا دخلت على المكسف الدائم وخرجت منه على التقويم. وفيه كهربا برضو دخلت على مفتاح طرد مركزي وخرجت منه على المكسف البدء. وهتخرج منه برضو على ملف التقويم. لكن لما المحرك يوصل لخمسة سبعين في المية من قدرته النقطة دي هتفتح وهتخرج لي المكسف فقط. لان في عندي مكسف واصل. لكن مكسف واحد من الاتنين اللي هيخرج بعد ما المحرك يوصل لخمسة سبعين في المية من قدرته اللي هو المكسف الكبير او المكسف اللي هو بتاع البدء. دي يعني مكسف بتاع التقويم دوت. هيشتغل في البدء فقط. وهيخرج من الدائرة بعد ما المحرك يوصل لخمسة سبعين في المية. واللي هيفضل عندي في الدائرة هو المكسف الدائم. دي كده الدائرة بتاعتنا بكل بساطة ولو فيه اي تساعد اكتبولي في التعليقات وانا ان شاء الله هجاوب عليكم. وبكده تكون انتهت حلقتنا يا ربكم ايضا ارتفعتكم بالتوفيق للجميع والى اللقاء.